بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة في إطار متابعة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه لأليات تعامل الجهات الرسمية مع تداعيات وباء كورونا وأثاره ترأس جلالته اليوم اجتماعا لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد حفظه الله أكد جلالته على ضرورة أن يرافق السماح للكطاعات الحيوية بالعمل ضوابط وقائية وصحية صارمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وأهمية بناء استراتيجية عمل محكمة تراعي ذلك كما أوعز جلالته بإجراء دراسة شاملة بالتعاون ما بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية حول الخطة الصحية والطبية للأشهر المقبلة من حيث أعداد الأسرة والكوادر الطبية في غرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس والكشف عن فيروس كورونا والخدمات العلاجية المقدمة في المستشفيات سمو ولي العهد أكد أيضا أهمية زيادة عدد الفحوصات خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع السماح بعودة عمل القطاعات لأن عدد الفحوصات هو المؤشر الأكثر أهمية لتقييم الوضع الوبائي بشكل أفضل اليوم أيضا عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ناقش خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بمرحلة التكيف مع وباء كورونا والأثار المترتبة عليه بالإضافة إلى العديد من التوصيات الصادرة عن الفرق المختصة وعن فريق استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد المتعلقة بإمكانية تشغيل القطاعات الحيوية وفق ضوابط وشروط محددة وسيعلن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بعد قليل عن سلسلة من القرارات بهذا الشأن تقرر اليوم بناء على توصية وزارة النقل والفرق المختصة إعادة تشغيل قطاع النقل العام بأنماطه المختلفة بنسبة لا تزيد عن 50% اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل في جميع محافظات ومناطق المملكة وذلك لمواكبة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري ولخدمة العاملين فيه سيتم تنظيم عمل وسائط النقل العام بالنسبة المقررة وفقا لأرقام المركبات الفردية والزوجية وستتم مراجعة النسبة اسبوعيا وستقوم وزارة النقل بالإعلان عن التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة كما ناقش مجلس الوزراء آلية العمل في مؤسسات القطاع العام وقد تقرر تمديد تعطيل الوزرات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الرسمية اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 2-5-2020 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك تستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيوية الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك ويتم تحديدها من الوزير المعني وبنسبة لا تزيد عن 30% من عدد الموظفين العاملين فيها وإذا اقتضت الحاجة في القطاعات الضرورية زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز 50% من عدد الموظفين وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين واستدامة العمل وفقا لمكتضيات الصحة والسلامة العامة كما يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيوية في القطاع الخاص التي يتم تحديدها وفقا لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص وكذلك مؤسسات القطاع المصرفي المصرح لها بالعمل بقرار من محافظ البنك المركزي والقطاع الصحي كاملا بشقه الخاص والعام كما قرر مجلس الوزراء تحمل خزينة الدولة لقيمة الفوائد المترتبة على القروض أو أجزاء القروض التي يمنحها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة لغايات تمويل رواتب العاملين فيها والتي تعطلت أعمالها خلال أزمة وباء كورونا وسيتم إصدار تعليمات سننشرها لهذه الغاية بشأن المنشآت التي تم السماح لها بالعمل لوحظ بكل أسف عدم التزام البعض منها بسبل الوقاية والاحتراز وبتعليمات السلامة العامة وبالتالي نشدد على هذه المنشآت ضرورة الالتزام وإلزام العاملين فيها والمراجعين والزبائن باتباع التعليمات الصحية وارتداء الكمامات والقفازات الطبية والحفاظ على التباعد بين الأشخاص واستخدام وسائل النظافة والتعقيم بشكل مستمر ونحذر من أن أي منشآت لا تلتزم بهذه الإجراءات سيتم سحب التصريح منها وإغلاقها لأن هذه الممارسات تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين وقد تعيدنا لا قدر الله إلى نقطة الصفر بشأن المطاعم ومحلات الحلويات التي حققت الشروط والمعايير المطلوبة فقد تم منحها التصريح اللازمة وبدأت بالعمل اليوم وبشأن المطاعم ومحل الحلويات التي حققت الشروط وتم منحها أيضا التصريح اللازمة فقد استأنفت عملها من خلال خدمة التوصيل أو الاستلام المباشر من المحال تقوم الجهات المختصة حاليا بدراسة تمديد ساعات عملها كما تم تخصيص الرقم الخط الساخن 91-040 91-040 للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية الصحية والعمل مستمر لمنح تصريح لباقي المطاعم والمحال التي تستوفي الشروط حماكم الله وحما صحتكم وأحبائكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعا من شر هذا الوباء نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم وحفظ الوطن ونجاحنا بالتزامكم